خلينا نعدي بقى المرحلة دي صدقوني كل اللي بيحصل ده الغرض منه حاجة واحدة فقط هو تشتيت لعبة النادي الأهلي كل الناس دلوقتي بتتكلم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا حدش بيتكلم في الأمور الفنية وانا قلت لحضراتكم اننا النهاردة تحديدا مش هتكلم غير في الأمور الفنية والتحكيم هل نسيب التحكيم واللي بيحصل مع النادي الأهلي في موضوع التحكيم ونتكلم في أي أمر آخر يا جماعة احنا خسرنا السنة اللي فاتت الدوري العام المصري و 15 نقطة فارق 15 نقطة اتخذوا من النادي الأهلي وراحوا الأندية أخرى علشان التحكيم الغير جيد انا بحاول اختار الفاظي التحكيم الغير جيد السنة اللي فاتت حتى هذه اللحظة السنة دي عندنا مشكلة كبيرة جدا في التحكيم على فكرة انا مش هطلع بره التركيز واطلع اتكلم في أمور أخرى انا هتكلم عن التحكيم واللي بيحصل في التحكيم المصري لغاية لما كلاتنبرجي ييجي ونشوف كلاتنبرجي هيعمل ايه؟ هكلمكم يعني ساعتها في تفاصيل الموضوع ده ولكن البعض بيحاول ان هو يجر يجر جر جمهور النادي الأهلي لان هما يبعدوا عن التركيز بلاش الجمهور لان الجمهور واعي وعارف كويس جدا هو عايز ايه؟ لكن بتكلم على ان هما يجروا لعبة النادي الأهلي لان هما يبصوا ويقعدوا يشوفوا ايه اللي بيحصل؟ ده بدأ قال ايه؟ طب ده عمل ايه؟ طب ده كذا؟ طب ده كذا؟ ولكن في النهاية لا ما حدش هيحصل كده عندنا ادارة محترمة عندنا ادارة تستطيع ان هي تجيب حق النادي الأهلي كويس جدا جدا عندنا ان شاء الله جهاز فني زي الفل زي ما حضراتكم شايفين الجهاز بالكامل من اول كابتن سيد عبد الحفيز لغاية عم حارس واللي مع كلهم مجموعة رائعة من اللاعبين تخيل حضرتك ان انت عندك حوالي 11 لعب او من 8 ل 11 لعب مصاب لو عدتهم لحضراتكم ومع ذلك كل يوم بيجي عندك اصابة وريكاردو سوارش قال ايه مبارح في المؤتمر الصحفي؟ قال ايه؟ قال يا جماعة الفترة اللي جاي حيكون فيها اصابات اخرى لانه ما فيش حد بيلعب 3 سنين و4 في مكان واحد عمرها ما حصلت في التاريخ 3 سنين و4 في بطولة واحدة او يعني بتلضم كل سنة بسناتها كل سنة بسنات ده الواحد محتاج ان هو يريح مش معقولة مش معقولة اللي بيحصل اللي بيحصل ده فيه اجحاف كبير جدا جدا للعبت النادي الاهلي خدوا بالحضراتكم لان الموضوع ده انا شفته بس هتكلم فيه بكرة اكتر علشان افسروا مع حضراتكم ان شاء الله في بعض الصفحات على السوشال ميديا بعض الصفحات بتاخد اسماء الصفحات الكبيرة اللي في النادي الاهلي وبتعمل بيها المنتمية للنادي الاهلي او يعني جمعين الاهلي كلها متفعلة عليها وعاملة وعارفة ان هم اهلوين وعارفة كل حاجة خلاص بعض الناس من بعض ما لا يشجع النادي الاهلي خدوا بالكم من هذا الامر من بعض ما لا يشجع النادي الاهلي بياخدوا الصفحات او اسماء الصفحات دي وبيعملوها لنفسهم وبيكتب لك كلمتين عن النادي الاهلي وبعدين يخش يخبط في النادي وفي اقدارة النادي وفي اللعيبة وفي الجهاز الفني وفي كل حاجة عشان الناس يعني تمشي وراهم وتشوفوا ما بيكتبوا ايه غسيل مخ يعني بس ده بعض ما لا يشجع النادي الاهلي خلي بال حضراتكم من هذه الامور سوشال ميديا عالم كبير جدا ممكن يحصل فيه اي حاجة انا عارف ان جمهور النادي الاهلي واعي اي حاجة او اي عثرة بيخش فيها النادي الاهلي جمهوره فقط هو اللي بيبقى واقف معاه جمهوره فقط هو اللي بيبقى واقف معاه وانا وضحت الكلام ده قبل كده فخلي بال حضراتكم من الكلام اللي بيحصل لانه هذه الايام الكلام ده او الصفحات دي منتشرة كتير جدا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتستغط في الماء العكرة هو ده الوقت عشان كده والله انا ما عايز اتكلم في حاجة ولا عايز اتكلم في اقول كذا وكذا انا عايز اتكلم في التحكيم وفي مباراة يوم الاربع ازاي حنكسب المقاصة احنا حنفضل ورا فرقنا مهما كانت الامور مهما كانت الامور وإن اللي بيحصل مش فارق معايا اللي فارق معايا حاجة واحدة بس اسم النادي الاهلي بلدي والنادي الاهلي بس النادي الاهلي عندي ماتش يوم الاربع عايز افضل في ظهر فرقتي ال 11 اللي يلعب ويلعب اللي يلعب احنا في ظهركم احنا وقفين معاكم خدوا بالكم الصفحات دي ليه انا خدت بالي ليه لان لما بتخش تشوف بعض الصفحات تلاقي بعض الصفحات اللي واخدى الاسماء دي كاتبة ايه مخبطة في اللعيبة مخبطة في اللعيبة ما هو ممكن يوصل للعيبة ان الصفحات دي انا حاولت اتكلم مع ناس كتير عشان اشرح لهم هذه الامور لاني لقيتها مرة واثنين وثلاثة بكرة حجيب لحضراتكم تفاصيل اكتر في هذا الامر لكن خلي بالحضراتكم من هذا الموضوع لانه موضوع خطر جدا اللي صفحات دي يكتب لك كلمتين حلوين عشان ناوي ويوجد يمخبط في ياسر وفي ايمن وفي علي وفي محمد وفي كل الناس او في معظم الناس خلي بالك يكتب كلمتين حلوين على واحد ولا اتنين وتلاقيه بقى بيخبط في ده وفي ده وفي ده خلي بالحضراتكم من هذا الامر هو بشدة حطوا على سوشال ميديا فاضل بالنسبة لنا عشر ماتشاط على نهاية الدوري مرحلة الحاسم خلي بالحضراتكم كل شوية من انا بقى احذر خلي بالحضراتكم من اللي بيحصل مش عايزين نجارف وراء كل حد بيقول كلمتين في نفس التوقيت احنا وراء فارقنا احنا وراء فارقنا وحنفضل وراء فارقنا ودايما حنفضل بندافع عن النادي الاهلي واسم النادي الاهلي فقط لغير زي ما قلت لحضراتكم دايما موضوعنا بلدنا ونادينا مش حاجة تانية ابدا فعشان كده بقول لحضراتكم خلي بالكم الفترة دي فترة صعبة جدا لكن انا متأكد ان من النهاردة او من بكرة ان شاء الله هتلاقوا لما حصلت لما حوالين النادي الاهلي حصلت كل حاجة حصلت الدنيا حصلت عندنا ماتش بكرة ان شاء الله نقف مع فارقنا عشان عندنا ماتش يوم الاربع وبعد كده نشوف اين اللي هيحصل اشتركوا في القناة